في المحاضرة دي هنتكلم عن حاجة جديدة وهي ازاي اضيف ملمس للخامة بتاعتي يعني انا لو جيب بصيت على الماتيريال دي هتلاقوا ان الكرة دي نعمة ملساء لو جينا بصنا على صورة الاسفلت برضو تحسوها ايه ما فيهاش تفاصيل يعني دي صورة فلاد كده طيب تعالوا نقارن بين الصورتين عشان نفهم انعايز اقول ايه هنيجي كده نفتح هنا نمرندر صورة مرة بالتكتشر ومرة من غير هقوله مثلا خلي دي اي وخلي دي بي بصوا كده الفرق بين دي دي اللي هي النعمة اي بي تمام ودي بصوا اللي فيها التفاصيل بصوا الفرق بين هنا وبين هنا شايفين دي بقى فيها تكتشر كده ودي ما فيهاش هي الليلة عاش اقوله لو انت وقفت على حيطة عادية حيطة في البيت عندك حطيت ايدك عليها حتلاق الحيطة لها ملمس فيها بارز وغائر خفيف جدا تمام الكلام ده موجود في اوبجيكتس كتيرة حوالينا ليه الجلد لو حطيت ايدك على حاجة فيها جلد هتلاقي الجلد لي كده ايه ملمس برضو في حتة برزة وحتة غائرة خلاص فاللي احنا عاوزين نقوله احنا عاوزين نخرج من فكرة بصوا هنا مثلا الاسفلت بصوا هنا الاسفلت التفاصيل بتاعته بينت وهنا بصوا تحسوا بلوري كده انا عاوزة باين التفاصيل دي بالزبط الحاجات اللي بتبقى زي كده ارضيات خشب حوائط الحاجات اللي فيها تفاصيل تمام حاجة زي كده مثلا برضو الكورة دي عليها تفصيلة معينة حفر بس ما بيبقاش حفر بنسبة كبيرة حاجة بس بتبقى لك الملمس او فيها خشونة تمام طيب دي بتعتمد على فكرة ايه لو جينا بصينا مثلا الماتيريا للاسفلت دي اللي هي دي انا خطط الصورة بتاعت الاسفلت عادي الملونة في الديفيوز ودي طبيعية بعد كده عشان اجيب صورة الملمس الملمس بتاعي بيلعب على فكرة صورة ابيض وسود او جريهات ما فيهاش الوان طيب حلاقي عندي في الديفيوز ماب ضفوها في حتة حلوة قوي هنا جنبها اللي هي البامب ماب دي كانت زمان مش موجودة هنا خالص كانت موجودة فين بننزل تحت كده في كلمة مابس اللي هي الصور جايب لك كل الصور اللي ممكن تستخدمها في الماتيريال دي يعني تمام ففيه هنا كانت البامب كانت بتبقى هنا انا بالنسبة لي هم حطوها لي خلاص بقت فوق هنا فانا بقونتها البساطة حاجة بقى من فوق بشغالها كده وباجي هنا بقى بدوس عليها وبحط الصورة نفس الصورة بتاعت الاسفلت بس بحط بقى ايه البلاك اند وايت بتاعتها اللي هي الصورة بتاعتها هتبقى عاملة كده لو جينا بصينا هتلاقي الصورة بتبقى عاملة كده ما فيهاش الوان بتبقى كلها بلاك اند وايت او جريهات يعني لان هو بيلعب على فكرة ايه هو بيلعب على فكرة انه بياخد البلاك او الوايت واحد منهم بيرفعه والتاني بنزله التحت فبيديلك التفاصيل اللي انتو بتشوفوها دي في الحاجة بتاعتنا طيب انا يعني مبدئيا كده لو انا جيت كده بصيت اهي بشغالها ودي النسبة بتاعتها ممكن تقللها كام في المية متين في المية تقللها متين مية في المية حسب الايه التكتشر بتاعك هنا برضو شغالة ومش شغالة وهكذا هنا دي انا مدي لون بس بس جاي بصورة صورة التفاصيل كده زي الخشب حاجة زي كده فهو بيقرأ التفاصيل البارز والغائر من الصورة البلاك اند وايت والجريهات اللي ايه اللي ما بينهم طيب انا كده جبت الصورة وعملتها طبعا الكلام ده ينطبق على حيطة اي حاجة انت عاوزها فيها ملمس بتجيب البلاك اند وايت بتاعها او الجريهات بتحطها طب انا ازاي اعملها بنفسي ممكن اعملها فيه برامج كتيرة وتعالوا نبص برضو تتعمل ازاي بالفوتوشوب لو انا جيت بالفوتوشوب فتحت الصورة الالوان بتاعتي كده بمنطقة البساطة حضرتك بتخش على فيلترز 3D وتقول له generate bump map او الهيط ماب هما بيسموها bump او هيت عشان فيها ارتفاعات وبدوس عليها كده طبعا الموضوع ده موجود من اول فوتوشوب CC 2021 الاوبشن ده خلاص بتلاقيه فتاح لك كده بيقول لك ده اللون الجريه وجايب لك شكل طريقة عرض للكورة بتاعتك ممكن تقول له بدل ما هي سفير وريني على كيوب وارب يعني يبقى مربع هنبص عليه كده وتقدروا تلفوه بالايكون ده كده تشوفوا شكله دي كده شكل التفاصيل اللي هتعملها في الصورة دي تقدر تتحكم في الهيط تعالي اعلى حاجة في الصورة وده المتوسط بتاع الارتفاع وده اوطى مكان في الصورة تزود اوطى يعني انت كده بتأكد الحفر او بتزود الحفر تمام؟ عايز تحركها بتمسك الموف تقدر تجيبها كده شوية تجيبها كده شوية عايز تعمل زوم بتدوس على لامة الزوم وتدوس لقدام وتدوس لورا هي بس عندي معلقة خلاص بعد كده بمجرد ما بتدوس اوكي بتلاقي قلب لك الصورة بتاعتك بيشتغل عليها لغاية ما قلبه لك ايه هتاخد وقتها بس شوية عبال ما بتتحول حسب برضو السرعة بتاعت الجهاز بتاعك بصوا هتلاقي ايه هياخد وقته شغال عليها خلاص كده دي الصورة بتاعتي بعد كده طب انا هم علق عندي شوية باجي اقول له فايل وبقول له سيف از وبسايفها ايه جي بي جي بعد كده بروح افتح 3d max وباخد الصورة ال black and white او grey اللي انا جبتها دي وبروح ايه حططها بيبقى عندي حاجة بالمنظر ده كده صورة black and white وصورة ايه اللي هي الالوان تمام طيب بعد كده باجي بروح حططها في البمب بتاعي والصورة الالوان لو انا عايز استخدم لون او بحط الصورة الملونة بتاعتي الاصلية وبحطها هنا فده كده فكرة البمب طيب تعالوا نشوف الكلام ده على فايل زي ده ده ارضية مبخ عندي السيراميك بتاعي محتاج احط الصورة الالوان هنيجي نفتح الماتيريال حاجة اقول له هاتلي مثلا هنا هاتلي الصورة الالوان بتاعتي فحاجة هنا في كلمة البيتماب بتاعتي كده وحروح اختار الصورة بتاعتي من المكان اللي انا حطه فيه انا اخترت الصورة بتاعتي الالوان حلقيها اهي بصوا دي شكلها اللي فيها التفاصيل بتاعت البلاط تمام بس ما فيهاش بمب طبعا احنا اتفقنا الارضية انت كده كده لازم هيبقى فيه رفليكشن فحنشغل رفليكشن قبل الاخر ونعمله فريسنل خلاص وممكن ندي سنة ايه جلوسنس كده على اساس ايه ممكن نكبر الصورة دابل كليك عالكورة ونشوف اللاساعين هيبقى عامل ازاي بتاع الايه اللايت بصوا كده شكلها اللايت ببتدي ايه يبام معك حاجة بالمنظر ده خلاص فضلي بقى ان انا حط بمب ماب فحروح جاي برضو نفس القصة جاي بصورة الايه البمب بتاعتي نفس الكلام هنجيب اللي هي ايه البلاك اند وايت بتاعتنا اللي هي عاملة كده دي بلاك اند وايت بس بمجرد ما عملت كده اقول له ابلاي على الاخ ده ونشوف كده تقسيمة البلاط ممكن اقول له ديني يوفي ماب عايز ايه ازبط الجزم بتاعي بالسكيل هنا كده اقول له قليل لي الايه بالسكيل بالمنظر ده كده وتعالوا نعمل رندر ونشوف شكله هيبقى عامل ازاي هبص تلاقي التفاصيل طبعا البمب والحاجات دي عشان تبام معك كويس يفضل انك انت تبقى مرندر رزولوشن عالي عشان تقدر ايه تشوفها انا طبعا عشان مايعودش يرندر كل ده ممكن نقلل الاريا بتاعتنا كده مثلا ونقول له اعمل رندر ونقرب من الايه من التفاصيل اكتر انا طبعا انا طبعا شايفين ابتدى يبلي ايه التفاصيله بتاعت ايه السيراميك بتاعي لو انا قفلت البمب تعالوا كده نقفل صورة البمب ونشوف هتبقى هي هي ولا لا هل سيبقى فيه فرق بين الصورتين ولا لا تمام انت حاسس ان مفيش فرق عشان الصورة فيها البلاط متقسم لا تعالى بقى ندوس stop وتعالوا نقارن ما بين الصورتين كده يعني حاجة اقول له دي A و دي B تمام بصوا كده شايفين بصوا هنا التفاصيله هنا في الحفر بين اكتر تمام فده هي دي فكرة البمب او مستو انك انت تقدر تباين التفاصيل بتاعت الحاجة بتاعتنا يبقى البمب ده حاجة مهمة جدا مفيش حيطه عندي ميفعش ميبقاش فيها بمب حيطه بيبقى ليه اخشونة حسب التكتشر اللي انت بتعمله شوفنا ازاي بنعمل التكتشر بالفوتوشوب وفي نفس الوقت ازاي بندي التفاصيل للحاجة بتاعتنا وما ننساش في الارضيات دايما بنزبط الرفلكشن واجلوسنا ازاي ما خدنا في المحاضرات اللي قبل كده بكده نكون وصلنا للهية المحاضرة دي وهنكمل في المحاضرة اللي جايه اشتركوا في القناة